موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس في الرياضيات سيكون عنوان حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله هي ثلاثة مواضيع الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية والعامل المشترك الأكبر والتحويل بين العدد الكسري والعدد الكسر المركب كل هذا إن شاء الله بعد فاصل قصير فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات من جديد ذكرنا فيما قبل أننا سوف نأخذ ثلاثة دروس فنبدأ بالدرس الأول اللي هو الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية نشوف مع بعض أولا الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية أكمل عندنا هذا الجدول الأعداد مثل ما هي واضحة جدامك من الأثنين وثلاث وستة وسبعة وتسعة وعشرين وواحد فرح نعرف رح نشوف ما هي عوامل كل عدد يعني نبدأ بالعدد أثنين ما هي عوامل العدد أثنين طبعا تعرف شنو معنات كلمة عامل العامل اللي هو شنو وما هو العدد اللي تضربه بالثاني ويعطيك هذا العدد اللي أنا طلبه اللي هو أثنين كم فيه كم يعطينا أثنين ممكن العداد الثنين تكون متساوية أو مختلفة المهم أي عددين تضربهم بعض يعطونا الأثنين ما فيه إلا عاملين اللي هو شنو شنو شوفه معاي واحد فاصلة أثنين يعني واحد ضرب أثنين يعطينا أثنين نزين نشوف الحين العدد ثلاثة ما هي الأعداد اللي تضربها ببعض وتعطينا بالنهاية ثلاثة أيضا ما في إلا غير منه واحد وثلاثة لأنه واحد ضرب ثلاثة يعطينا ثلاثة نزين الستة ما هي الأعداد أول ما راح تفكر بالعددين العاملين وهم واحد وستة طبعا لأنه واحد ضرب ستة ستة نزين غيرهم فيه نعم فيه اللي هو اثنين ضرب ثلاثة أو ثلاثة ضرب اثنين إذن عوامل الستة واحد اثنين ثلاثة ستة وراح أقول لك ليش أنا كتبتم هنا باللون الأسود وهني باللون الأحمر وراح تعرف الآن إني إلى العدد سبعة العوامل أيضا ما فيه إلا واحد وسبعة نزين والعدد تسعة كم فيه كم يعطينا تسعة واحد ضرب تسعة أول ما يهي على بالك واحد تسعة نزين غير تشذي غير تشذي فيه عندنا اللي يحافظ الجد والعدل ثلاثة ضرب ثلاثة يعطينا تسعة بس ما نكتب الثلاثة مرتين نكتبها مرة واحدة يعني واحد فاصلة ثلاثة فاصلة تسعة نزين العشرين فيه أكثر من زوج من العوامل يعني أول شيء واحد عشرين واحد والعدد عشرين فيه عندنا أربعة واشنو ها خمسة ولا ستة لا خمسة أربعة ضرب خمسة يعطينا عشرين بعد فيه عندنا عشرة جدول عشرة عشرة ضرب تشمي ساوي عشرين عشرة ضرب اثنين شوف معي العوامل واحد عشرين اثنين ضرب عشرة وأربعة ضرب خمسة ما هي عوامل العدد واحد واحد ضرب واحد يساوي واحد وما نكتبها مرتين نكتبها مرة واحدة إذن واحد لاحظ الجدول العدد الذي له عاملا فقط يسمى عدد أولي علشان شذي احنا كتبناه باللون الأحمر العدد اثنين والعدد ثلاثة والعدد سبعة لهم فقط عاملا إذن نسميهم شنو هل أعداد الثلاثة الثنين والثلاثة والسبعة هي أعداد أولية والباقي نقدر نسميها أعداد غير أولية الحين يمكن في واحد يقول لي شلون بالنسبة للواحد الواحد أيضا عدد غير أولي من يقول لي ليش لأنه ها أقول لأن الواحد له عامل واحد فقط والأعداد الأولية هي الأعداد التي لها عاملان إذن انتبه إلى العدد واحد له عامل واحد فقط فهو عدد غير أولي الآن نتمرن نتمرن مع بعض أي من الأعداد التالية أولي أو غير أولي العدد 15 ما هي عوامل العدد 15 عوامل العدد 15 مثل ما أنت شايف على الشاشة واحد 15 أول ما تبدأ فيهم بعدين دور لي أعداد أيضا تضربهم بعض يعطينا 15 اللي هو ثلاثة ضرب خمسة وما في غيرهم كم عامل الحين عندنا عاملان فقط أم أكثر أكثر إذن هذا العدد شايف نقول عنه غير أولي نأتي الآن إلى العدد 35 يمكن في واحد الحين قال لي على طول غير أولي استعجلوا قال لي غير أولي صح هو كلامه صح لأن ليش لأن 31 موجودين 1 ضرب 35 في غيرهم اللي هو خمسة ضرب 7 إذن 1 خمسة وسبعة وخمسة ثلاثين نقدر نقول عدد غير أولي الهدعش الهدعش أيضا له فقط عاملان فقط عاملان دور عوامل ثانية ما راح تلقاه هو الوحيد 1 ضرب 11 يعطينا 11 ما في أعداد ثانية إذن عوامل 1 11 عدد أولي والعدد 57 له عوامل أكثر من 2 يعني هنا راح نقول 1 57 وفيه ثلاثة وتسعة إذن عدد غير أولي يمكن تحليل أي عدد إلى عوامله الأولية باستخدام شيء اسمه شجرة العوامل شجرة العوامل تعرف شنو معنات شجرة العوامل ليش سميناها شجرة لأنه بالفعل بعشوية راح نشوف إن العدد ينكتب فوق ويتحلل وراح تلقى الشكل العام كأن شجرة وفيها شنو شنو تحت الشجرة جذور تحت سطح الأرض فراح تشوف هذا الشيء مثال واحد باستخدام شجرة العوامل أكمل تحليل العدد الثلاثين إلى عوامله الأولية قلنا أكمل لأنه نبي نراويك شلون شكل شجرة العوامل بالفعل كأنها الشجرة وهذه الجذور تحت فالثلاثين هني قاع يقول لي هي عبارة عن كم في كم خمسة ضرب كم خمسة ضرب كم واحد يقول لي عشرة ضرب ثلاثة نعم لكن هني قال لي خمسة ضرب كم فهي كم ستة والحين الخمسة هل هذا عدد أولي نعم عدد أولي إذن أنزله واكتبه مني خمسة أما ستة فأقدر أقول هي عبارة عن كم في كم أثنين ضرب ثلاثة أثنين ضرب ثلاثة كذي أنا حللت الثلاثين إلى عواملها الأولية اللي هي منه أثنين بالترتيب ناخدهم أثنين ثلاثة خمسة إذن أقدر أقول أن الثلاثين تساوي أثنين ضرب ثلاثة ضرب خمسة الآن أكمل شجرتين العوامل للتاليتين هذين الأثنين وراح نطلع ملاحظة جدا مهمة الاثنعش إذا حللت هاي العواملها أولية راح أقول الاثنعش عبارة عن ثلاثة ضرب كم أكيد الأربعة وحافظين الجدول الثلاثة عدد أولي إذن خلا ينزل معانا والأربعة عبارة عن كم في كم أثنين ضرب أثنين هذا شنو معناته أن الاثنعش يساوي أثنين ضرب أثنين ضرب ثلاثة نأتي الآن إلى الطرف الثاني هني قايل الاثنعش أثنين ضرب كم ضرب ستة إذن الاثنين ننزلها عدد أولي والستة عبارة عن أثنين ضرب ثلاثة إذن الاثنعش يساوي أثنين ضرب أثنين ضرب ثلاثة ماذا تلاحظ ماذا تلاحظ بالنسبة للاثنعش اللي عليمين واثنعش اللي علي اليسار راح نلقى أن العددين هذين الأثنات هم عواملهم الأولية هي وحدة صجنا بدأنا هنا ثلاثة ضرب أربعة والثاني بدأنا باثنين بستة لكن بالنهاية نطلع لنا نفس العوامل الأولية إذن نستنتج أنه لا تتغير العوامل الأولية للعدد اثنعش حتى لو كانت البداية ثلاثة ضرب أربعة أو اثنين ضرب ستة يعني البداية ما تهم نرجع الآن إلى شجرة العوامل وناخذ مثال باستخدام شجرة العوامل الآن حل العدد ثمانتعش لعوامل الأولية ما قلت لك أكمل هالمرة حل بيخليك بروحك تطلع الإجابة ترسم وتخطط إذن ثمانتعش ها شرايك كم فيه كم واحد يقول لي ستة بثلاثة واحد يقول لي تسعة بثنين اللي تبي إذن هني قلنا ثمانتعش تساوي اثنين ضرب تسعة إذن نرسم الخط والخط الثاني وراح نقول اثنين ضرب تسعة الاثنين اعتقد هذا شنو عدد أولي إذن ينزل معانا اثنين عدد أولي نعم أما التسعة لا هي ثلاثة ضرب ثلاثة إذن ثلاثة ضرب ثلاثة ونزل الأثنين معاك الآن وصلنا إن العدد ثلاثة عدد أولي والأثنين أولي والثلاثة أيضا أولي بشذيحنا انتهينا حللنا الثمنتعش إلى عواملها الأولية اللي هو عبارة عن الثمنتعش أثنين ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة في شغلة بسيطة بس نذكرها عزائي الطلبة والطالبات إن العدد لما نضربه في نفسه مرتين كان ينكتب بصورة ثانية خذيناه من قبل اللي هو تذكر معاي كلمة تربيع كلمة تكعيب يعني شنو التربيع وتكعيب يعني شي مضروب في نفسه مرتين يعني هني مكتوب أثنين ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة أقدر أكملها وأعطيها صورة ثانية شنو أثنين ضرب ثلاثة وهني شنو أس ثنين يعني ثلاثة ثلاثة مضروبة في نفسها مرتين راح أكتبها ثلاثة وهني الأس أثنين الآن مثال الثاني باستخدام شجرة العوامل أيضا نحل العدد ستين إلى عوامله الأولية هذا العدد ستين نبدأ فيه على كيفك خمستعش أربعة ولا تيب يقول عشرة بستة اللي تبي هني شنو حاطين عشرة ضرب الأسهل عشرة ضرب ستة العشرة أقدر أحللها نعم خمسة باثنين إذن أثنين ضرب خمسة خمسة باثنين أثنين ضرب خمسة الخاصية الإبدالية أقدر أبدل والستة أثنين ضرب ثلاثة إذن ستين يساوي أثنين ضرب أثنين أخذهم بالترتيب أفضل أثنين ضرب أثنين ضرب ثلاثة ضرب خمسة ونتعار في الأثنين باثنين هذي عبارة عن شنو ها شون اكتبها اكتبها أثنين أو أسة أثنين يعني أثنين مضروبة في نفسها مرتين ضرب ثلاثة ضرب حمسة ثانيا نأتي إلى درس العامل المشترك الأكبر تول تعلمنا إحنا الأعداد الأولية والغير الأولية ونحلل الأعداد راح نستخدم هالشغلة هذه تحليل العدد إلى عوامله الأولية في هذا الدرس وهذا يعتبر من الدرس المهمة جدا جدا وحيستمر معاك إن شاء الله إلى المرحلة الثانوية والجامعة حتى فنتبه عليه عدل العامل المشترك الأكبر درسنا سابقا تحليل العدد إلى عوامله الأولية الآن سنستخدم عملية التحليل اللي تعلمناها قبل شوي في إيجاد العامل المشترك الأكبر لعددين مثال أوجد العامل المشترك الأكبر للعددين 12 ومنه 30 أول خطوة شنسوي نحلل كل عدد من هالعددين إلى العوامل الأولية باستخدام شجرة العوامل فيه أعداد بسيطة ممكن تحللها مباشرة يعني إذا قال لك هنا بدالة 12 كتب لك إياها 4 تحتاج إلى شجرة العوامل؟ لا الأربعة 2 و2 لكن فيه أعداد كبيرة نحتاج إلى شجرة العوامل مثل ما رح نشوف إذن الـ 12 عبارة عن كم في كم؟ 4 ضرب 3 والأربعة 2 ضرب 2 والثلاثة تنزل لأن عدد أولي بعد خلاص إذن الـ 12 عبارة عن أثنين في أثنين في ثلاثة نأتي الآن إلى الثلاثين عشرة ضرب ثلاثة والعشرة خمسة ضرب اثنين أو اثنين ضرب خمسة والثلاثة تنزل معانا إذن الثلاثين عبارة عن أثنين في ثلاثة في خمسة الآن أسجلهم بشكل أفقي أثنيناتهم تحت بعض 12 وهذه الثلاثين أول خطوة أول خطوة علشان نطلع العامل المشترك الأكبر أول خطوة شنسوي نحدد العوامل المشتركة أحفظ معاي لو سمحت الثلاث شغلات نحدد العوامل المشتركة نحط عليهم دوائر ثم من كل مشترك ناخذ منه فقط واحد ناخذ واحد من كل مشترك وبعين آخر خطوة شنسو نضرب اللي خذيناهم مع بعض ويعطينا العامل المشترك الأكبر تشوفه معاي بشكل عملي نحدد العوامل المشتركة فقط منه عندنا هني المشترك واضح أن الأثنين والأثنين والثلاثة والثلاثة هذين المشترك الآن الخطوة اللي بعدها شنسو قلنا ناخذ واحد منهم يعني من هالأثنين أثيناتهم أخذ واحد منهم كاهو كل عامل المشترك نأخذه مرة واحدة كتبنا والثلاثة أيضا مرة واحدة بس شذي انتهينا اضرب اثنين بثلاثة نضرب لإيجاد العامل المشترك الأكبر يساوي كم؟ ستة إذن طلعنا العين ميم ألف عامل المشترك أكبر نأخذ مثال ثاني بس هالمرة على كم عدد؟ على ثلاث أعداد أوجد العامل المشترك الأكبر للأعداد 45-18-12 يلا 45 كم في كم؟ 9 ضرب 5 التسعة 3-3 راح أسويها بشكل سريع لأنك خلاص عرفتها بعد تعرفوا شو أن تحل العدد العامل الأولية باستخدام شجرة العوامل والخمسة تنزل كلهم علاقتهم ضرب ببعض إذن 45-3-3-5 الثمنتعش عبارة عن كم في كم؟ 9 ضرب 2 والتسعة عبارة عن 3 ضرب 3 والأثنين تنزل إذن الثمنتعش أثنين ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة والأثنعش بالنهاية آخر شيء عبارة عن 6 ضرب أثنين والستة عبارة عن 3 ضرب أثنين أو 2 ضرب ثلاثة والأثنين تنزل إذن الثنعش عبارة عن أثنين في أثنين في ثلاثة نرتبهم الحين تحت بعض بشكل أفقي 45 والثمنتعش والأثنعش تقدر تقول لي ما هو العدد المشترك بين الأعداد الثلاثة كلها تلقى موجود فوق وبالوسط وتحت منه؟ هل هو الثنين؟ لا هل هو الثلاثة؟ نعم الثلاثة لأنه موجودة بالـ 45 وهو عامل من عوامل الثمنتعش وعامل من عوامل الثنعش إذن العامل المشترك الأكبر أول شيء تذكى معي خطوات اللي توقلناها ناخذ الأعداد المشتركة وناخذ منهم شتم واحد واحد فقط نزين في بعد مشترك ثاني ما في إذن ما في شيء ثاني أحطه وأضربه عشان أكمل بس خلص شذي خلصنا طلعنا العامل المشترك الأكبر الآن يمكن استخدام العامل المشترك الأكبر اللي كتابة تكسر في أبسط صورة أعزائي الطلبة العامل المشترك الأكبر واحد يقول لي مثلا شنو فاعدته ليش احنا قاعد نسوي كل هذا عشان شيء واحد شنو هذا الشيء اللي هو إذا كان عندك كسر اعتيادي أي نوع من الكسور عندك كسر وتبي تبسطة فانت كل مرة شا تسوي ملازم تقسم بالبسط وتقسم بالمقام ما هو العدد اللي تقسم فوق بالبسط وبالمقام اللي هو العامل المشترك الأكبر اللي احنا توه تعلمناه إذن عشان نبسط الكسور لازم نطلع العامل المشترك الأكبر شوف معاي السؤال هذا اكتب الكسر 16 على 24 في أبسط صورة أولاً أولاً نوجد العامل المشترك الأكبر للبسط والمقام كما تعلمنا 16 تساوي 4 ضرب 4 والأربعة الأولى تتحلل إلى 2 ضرب 2 والأربعة الثانية 2 أيضاً ضرب 2 وعلاقتهم كلهم ضرب نحط الضرب هنا فالستة عشر عبارة عن 2 ب2 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 والأربعة وعشرين أربعة ضرب 6 والأربعة أثنين ضرب 2 والستة عبارة عن 2 ضرب 3 إذن الاربعة وعشرين عبارة عن 2 ب2 ب2 ضرب 3 الآن نسجلهم بشكل أفقي ونطلع شنو الأعداد المشتركة أنا ملاحظ أن هناك مشترك بين الستة عشر وبين الأربعة وعشرين اللي هو العدد أثنين إذن العامل المشترك الأكبر أول شيء نحدد هذا هذا العدد بعد في مشترك نعم واحد يقول فيه وينه هذا أي عدل عدل بس تشفت عن شويت من هالأثنين خليت بس واحد منه وحطيته ومن هالأثنين أيضاً آخذ واحد منه وحطه وبعد في مشترك كمل عفية شاطر اخذ واحد منه بس خلاص تشده الحين أضربهم بعض أثنين بأثنين بأثنين يعطينا ثمانية هالثمانية هذه اللي طلعت هذه اللي راح أستخدمها تشوف راح أقول الحين ثانياً نقسم كل من البسط والمقام على العامل المشترك الأكبر إذن بالكسر هذا 16 على 24 راح نقسم على الثمانية العين ميم ألف طلع لنا ثمانية عامل المشترك الأكبر ثمانية إذن نقسم البسط على الثمانية وأيضاً المقام نقسمها على الثمانية فيساوي بالنهاية اثنين على ثلاثة إذن استخدمنا العامل المشترك الأكبر لكتابة الكسر هذا في أبسط صورة نأتي الآن إلى الدرس الأخير اللي هو الكسور المركبة والأعداد الكسرية راح نتعلم شون نحول بين العدد الكسري والكسر المركب نشوف مع بعض انمهد للدرس بالملاحظة هذه لاحظ معاي الشكل التالي يمكن كتابة الجزء الملون كما يلي كنا ناخذين احنا من المرحلة الابتدائية شلون كنا نكتب العدد الكسري هذا اللي جدامك أو نقدر نقول عنه كسر مركب مثل ما نشوف مثل ما راح نشوف بعشوية فالجزء الملون هنا كم عدد الأجزاء الملونة احسب معاي واحد اثنين ثلاث أربع على يمين وعليسار واحد يعني كلهم خمسة إذن بالبسط نكتب خمسة وبالمقام كم عدد الأجزاء المتساوية في الشكل الواحد أربع أجزاء متساوية إذن خمسة على أربعة هذا اللي كتبته اسمه جنوب كسر مركب ما هو الكسر المركب هو كسر يكون فيه البسط أكبر من المقام يكون فيه البسط أكبر من المقام يعني كسر أكبر من الواحد مثل ما أنتم لاحظ كما يمكن كتابته كما يلي هني كتبته بصورة ثانية أقدر أقرأ الرسمة هذه بشكل ثاني رح أقول أن الدائرة اللي على اليمين هذه عبارة عن شنو وحدة واحدة واحد صحيح إذن كتبت الواحد صحيح إذن والدائرة اللي على اليسار عبارة عن شنو جزء واحد ملون من أصل أربع أجزاء متساوية يعني ربع كتبته على هالصورة واحد وربع معناته الخمسة على أربعة هو نفسه واحد وربع لكن لهم شكلين مختلفين هذا ما يسمونه هذا يسمونه عدد كسري ويتكون من يتألف من عدد صحيح وكسر أصغر من الواحد تمرن أولا أكتب مثالين على كسر مركب عطني أي كسر مركب مثل جنو واحد يقول تسعة على اثنين نعم صح هذا صحيح كسر مركب اللي بسط أكبر من المقام أيضا ستة على خمسة البسط أكبر من المقام ثانيا ناخد أكتب مثالين على عدد كسري أي عدد كسري عطني ممكن أربعة وخمسة على هدعش ممكن ستة صحيح وأربعة على سبعة نأتي الآن إلى الشيء المهم في هذا الدرس اللي هو تحويل العدد الكسري إلى كسر مركب مثال واحد حول العدد الكسري هذا اثنين وواحد على أربعة اثنين وربع إلى كسر مركب شنو هي الطريقة راح نقول الاثنين وربع هذه عبارة عن شنو عبارة عن ربع زائد منه زائد اثنين إذن أقدر أكتبه بالصورة هذه ربع زائد اثنين لكن الاثنين على شكل عدد كلي عادي وهني على شكل بسط ومقام كسر فأنا ودي أخلي هذا العدد أخلي تحت المقام شنو المقام المناسب اللي أخلي تحت إذن ربع زائد اثنين على واحد لأن هذه الواحد ما أثر علينا اثنين تقسيم واحد يبقى اثنين الحين من شلون نجمع هذين الكسرين ما أقدر أجمع طبعا لازم أوحد المقامات نخلي المقام اللي هني نفس المقام اللي هني إذن هذا الواحد شا أسوي فيه عشان أخليه أربعة هل أقسم ولا أضرب طبعا أضرب أضرب في أربعة ومثل ما أسوي بالمقام لازم أسوي بالبسط راح يطلع لي شكل اللي يديد الحين رضع زائد هذا الكسر مكافئ لهذا اللي هو ثمانية على أربعة أقدر أجمع الحين بكل سهولة واحد زائد ثمانية يساوي تسعة والمقام طبعا نفسه أربعة فيه طريقة ثانية مختصرة يعني طريقة ثانية هذه تحلها بدون لا تسوي كلها الخطوات هذه عملية ضرب ثم جمع شوف معي طريقة مختصرة الأثنين وربع يساوي أول خطوة تكتب المقام كما هو مثل ما هو مكتوب على أربعة إذن نخليه على أربعة ثاني خطوة علاقة الأثنين بالأربعة علاقة ضرب يعني أضرب الأثنين بالأربعة كم يعطينا ثمانية ثم الخطوة اللي بعدها اجمع مع الواحد اللي بالبسط راح يعطينا تسعة وبذلك انتهينا خلاص تسعة على أربعة مباشرة تضرب الأثنين بالأربعة زائد البسط ويطلع لك مثال ثاني ناخذ مثال ثاني حول العدد الكسري خمسة واثنين على ثلاثة خمسة وثلثين إلى كسر مركب نفس الطريقة خمسة والثلثين يساوي ثلثين اثنين على ثلاثة زائد خمسة والخمسة عبارة عن عدد كله بيخلي بسطو مقام إذن خمسة على تمام تعلمتوها حلو خمسة على واحد يلا وبعدين الواحد شون اخلي ثلاثة أضرب بكم أضرب بثنين بثلاثة بأربعة أضرب بثلاثة أكيد واحد ضرب ثلاثة يعطينا ثلاثة إذن ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي ثلثين زائد خمسة عش على ثلاثة اجمع اثنين زائد خمسة عش يعطينا سبع تعش جداً سهلة يلا خمسة وثلاثين يساوي أول شي شنو؟ أول خطوة تحط المقام على طول المقام خلى ثلاثة شنو علاقة الخمسة بثلاثة؟ ضرب خمسة بثلاثة خمسة عشر زائد الأثنين سبعة عشر إذن خمسة ضرب ثلاثة خمسة عشر زائد الأثنين سبعة عشر سجلناها وبشذي حولناها بطريقة جداً يسيرة ومبسطة الآن ثانياً نأتي إلى تحويل الكسر المركب إلى عدد كسري عزيز الطالب بالخطوة هذه هي الخطوة العكسية تحول من مركب إلى عدد كسري لازم تستخدم شي قديم ما أخذه أذكرك فيه اللي هي القسمة المطولة تتذكر شنون القسمة المطولة كانت؟ عبارة عن أربع خطوات شنو هي؟ اقسم اضرب اطرح نزل ثم دور الدائرة مرة ثانية اقسم اضرب اطرح نزل رح نتذكرها مع بعض إن شاء الله الحين إذن مثال واحد حول الكسر المركب هذا سبعة على ثلاثة إلى عدد كسري شنو علاقة السبعة والثلاثة لا هي علاقة جمع ولا طرح ولا ضرب هي علاقة قسمة البسط مقسوم على المقام إذن على طول مباشرة أقسم السبعة على ثلاثة بالقسمة المطولة استخدام القسمة المطولة خلنقسم مع بعض تذكر معاي أول خطوة شنو؟ اقسم سبعة تقسيم ثلاثة في واحد نسى يقول شون أحل سبعة تقسيم ثلاثة يعني السبعة داخلها كم ثلاثة أو الثلاثة أضربها في كم عشان تعطيني سبعة أو أقل من السبعة أقل منها طبعا خلن نعتمد على الطريقة الأولى السبعة فيها كم ثلاثة فيها ثلاثتين أثنين يعني الجواب أثنين الآن الخطوة اللي بعدها أضرب أثنين أضرب ثلاثة ستة الخطوة الثالثة أطرح سبعة ناقل ستة واحد الخطوة خلصت بس ما في شيء إذن الآن سبعة على ثلاثة تساوي هنا في عندنا شغلة بسيطة أن بعض الطلبة يمكن يلخبط بهالمكان هذا يقول شحط يعني أحط شيء بالبسط و شيء بالمقام و شيء هني على اليسار زين شون أرتب العداد اللي طلعت لي بالقسمة المطولة الناتج والباقي والمقسوم عليه شون أرتبه مني فلازم تحفظ معي وين أماكنهم أول خطوة راح أقول لك ياها وهي سهلة جدا عليك اللي هو المقام راح أحطه هنا أول خطوة أن المقام نفسه لا يتغير إذن أحط الثلاثة الخطوة اللي بعدها يبيلها شوية اللي هو نضع الباقي في البسط الباقي وين هني هل هو الاثنين فوق ولا واحد واحد إذن الباقي هو واحد إذن الواحد أحطه مني بهالمكان بالبسط زين شون يبقى عندنا يبقى عندنا أن الناتج اللي هو اثنين راح أحطه وين الناتج عادة صحيح نحطه على يسار الكسر إذن شديحنا حولنا الكسر المركب إلى عدد كسري تيبي تتأكد ممكن تقول ثلاثة ضرب اثنين علاقتهم بعض ضرب اثنين ضرب ثلاثة ستة اجمع مع الواحد سبعة بالفعل سبعة على ثلاثة نأخذ مثال آخر حول الكسر المركب خمسة واربعين على ستة إلى عدد كسري نفس الشي راح أقسمهم مباشرة قسمها مطولة وتذكر معي الخطوات الأربعة أربعة تقسيم ستة صفر الأربعة ما أقدر أقول الأربعة فيها كم ستة ما فيها ولا شيء إذن 4 تقسيم 6 صفر إذن ما ينفع الأربعة أخذ منه منه الحين الأربعة والخمسة يعني 45 تقسيم 6 45 تقسيم 6 كم 6 أضربها في كم تعطيني الـ 45 أو حتى قبلها أو الـ 45 فيها كم 6 حاول تتذكر وتستحضر جدولة ضرب جدامك وغاح تحلها إن شاء الله في واحد قال لي 7 7 صح إذن 7 7 أضرب 6 الآن 42 اطرح 5 ناقص 2 ثلاثة والـ 4 ناقص 4 صفر تتذكر شون رتبناهم توا قبل شوي وين نحط الباقي وين نحط الناتج خلنشوف الـ 45 على 6 يساوي أول خطوة قتلك المقام نفسه ما يتغير حطه هنا ثاني خطوة شوف السبعة وين راح تروح وشوف الثلاثة وين راح تروح ها ملاحظ تمام يعني السبعة بالناتج راح يروح هنا بهالمكان على يسار الكسر والباقي راح يصعد على طول وين بالبسط إذن 45 على 6 يساوي 7 صحيح وثلاثة على 6 أقدر أكمل هذا الشيء يعني ما أقدر أوقف لحد هنا أقدر أبسط هذا الكسر ما هو العدد اللي يقبل القسمة أكبر عدد يقبل القسمة على الثلاثة وعلى الستة يعني أنك تقدر تقسم الثلاثة عليه وتقدر تقسم الثلاثة عليه ما هو هذا العدد اللي هو ثلاثة أقسم على الثلاثة واحد أقسم على الثلاثة يعطينا أثنين إذن 45 على 6 يساوي 7 صحيح و1 على 2 سبعة ونصف وبهذا عزيز الطالب نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم الذي تعلمنا فيه شنو ثلاثة دروس مهمة الأعداد الأولية والأعداد غير الأولية والعام المشترك الأكبر الدرس الأهم وأخيرا الكسر المركب والعدد الكسر والتحويل بينهما نراكم إن شاء الله في حلقات مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة